موسيقى اليوم جمعية الأعمال الشمعية الصحفية الصحفة المكتوبة نظمات حفل الاعتراف بالصحفين والصحفيات المحالين على التقاعد إداري نحن نعتبر هذا الحفل هو حفل الاعتراف بالتزامهم المهني بالتزامهم بأخلاقية المهنة بالنضبطهم مع القضايا المجتمع هذه مجموعة من الزملاء والزميلات اللي تمتلون مجموعة من المؤسسات الإعلامية اللي داروا خدمزوينة في المجال دي للصحفة واللي كانت عندهم بصمة جيدة جدا من الرعي الأول للصحفيين والصحفيات ومن الناس الملتزمين كيفما تنقول بأخلاقيات المهنة وبالعمل المهني للجاد جمعية الأعمال الاجتماعية الصحفية الصحفة المكتوبة تتضم جمعة من المبادرات منها حفل الاعتراف الصحفيين والصحفيات منها تفوق الأبناء الصحفيين والصحفيات منها دعم اللغات دعم الأطفال في وضع عقام أبناء الصحفيين والصحفيات وهم خدمة كبيرة تنذيروها محتاج ينطوروا هذه الخدمة وتكون عندنا مؤسسة أعمال الاجتماعية كبيرة باش يمكن لها تستجب الحاجيات الاجتماعية وتساهم فرفع جزء من الهشاشة على المهنين والمهنيات داخل قطاع الصحافة المغربية شكرا والحاجة هي الشكره لجمعية العمالية الاجتماعية للصحافيين المهنيين اللي هات تكريم اللي هات تكريم من خلال تكريم مجموعة من الصحافيين المحالين على التقاعد الإداري طبعا هم بلازالوا يمارسون مهامهم وشغفهم بالكتابة وبالصحافة وتكريم بالحقيقة هو جف الوقت ديالو المناسب لان الهدف منه هو يعني الاعتراف بالمجهودات ديال الصحافيين اللي يبدلوها من اجل النهوض بالمهنة ديال المتاعيب وكذلك هو من اجل التحسيس بان الوضع الاجتماعي للصحافي في المغرب لا زال يعني احتاج المزيد من المعالجة وشكرا ترجمة نانسي قنقر يمكنكم انجر وصلها للهنسي قنقر رايز